نحو البرلمان يدخل مرحلة حاسمة الأحزاب السياسية تتنافس لحصد مقاعد مجلس النواب البالغي عددها 395 مقعدا في ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستوري 2011 ويشارك في اقتراع 7 من أكتوبر 2016 24 حزبا سياسيا وتحالفان حزبيان وقد بلغ عدد اللوائح المرشحة المقدمة بجميع الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية ما مجموعه 1410 لوائح وتشمل اللوائح في المجموع على 6992 مرشحا ومترشحا منها 1385 لائحة ترشيح جرى إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا ومترشحا أي بمعدل 15 لائحة في كل دائرة محلية ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ما مجموعه 15 مليون و700 ألف واثنين وخمسمائة واثنين وتسعين ناخبة وناخبة ويتوزع هؤلاء الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55% من الرجال مقابل 45% من النساء فيما يتوزعون حسب الوسط على 55% من الناخبين في الوسط الحضرية مقابل 45% ينتمون إلى الوسط القروية ووصلت عدد الدوائر المحلية في البلاد إلى 92 دائرة يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي وتتروح عدد اللوائح المحلية بين مقعدين وخمسة مقاعد إضافة إلى قائمتين وطنيتين واحدة للنساء فقط وتضم 60 امرأة وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإنات وتضم 30 مقعدا وسيختار الناخبون خلال هذه الانتخابات ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات ستتم بالاقتراع المباشر